النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للتمريد طبعاً كلنا فاكرين التضحيات اللي قامت بيها أطقم التمريد في مصر والعالم كله أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا مصر قدمت شهداء من أطقم التمريد أثناء الجائحة وقدمت كمان أبطال أبطال ضحوا بوقتهم وسخروا كل جهدهم في التعامل مع هذه الأزمة الحقيقة يا شاز دي إن مهنة التمريد هي مهنة من أعظم المهن لأنها مهنة بتخفف القلم وبتساعد المريد على أنه يتعافى ويرجع تاني يمارس حياته بشكل طبيعي الممرضة أو الممرض دايماً وقفين مع المريض بالرعاية والاهتمام فأصعب المراحل اللي ممكن أي إنسان يمر بيها وهي طبعاً مرحلة المرض والضعف بكل تأكيد هي مهنة مهنة صعبة ومش أي حد يقدر يعملها مسؤولية كبيرة كمان بالمناسبة يعني في الوقت نفسه هي بما أنها مهنة صعبة في مسؤولية كبيرة عشان كده بيسموهم ملايكة الرحمة الممرض أو الممرضة بيكون مطلوب منه إنه طول الوقت هادي وقادر يتعامل مع الحالة اللي قدامه وقادر يتعامل مع أهالي الحالة كمان الموجودة لازم يخفف من المريض أو يخفف عن المريض وكمان لازم يكلمه بمنتهى الهدوء والود عشان يقدر يخفف عنه كمان لأنه دايماً المريض في حالة التعب والمرض الشديد بيكون في حالة مزاجية مش أحسن حاجة فالمفروض أن الممرض كمان بيتعامل مع هذا الجانب النفس المريض قبل الجانب العلاجي كمان بسانت بالمناسبة ده حقيقة شازلي وبالمناسبة دي كمان يعني عادنا ندور كده السبب في احتفال اليوم ده إيه أو أول مرة كانت تمت الاحتفال به كان سنة 1974 وتم اختيار يوم 12 مايو للإحتفال السنوي لأنه بيوافق ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل ودي سيدة بريطانية تولدت سنة 1820 وتعتبر هي أول واحدة وضعت قواعد وقصص لعلم التمريض الحديث طبعاً النهاردة وزارة الصحة والنقابة العامة للتمريض هيعملوا احتفالية بمناسبة اليوم العلامي للتمريض هيتم فيها إبراس الدول الكبير لأطقم التمريض في مصر والجهد النفسي والبدني كمان اللي بيقدموه بدافع المسئولية تجاه المجتمع وتجاه المريض وده شفناه في مواقف كتيرة جداً وكان أخيرها زي ما قلنا لحضراتكو في أزمة كورونا بنصبح لحضراتكو مرة تانية أهلاً بيكو وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر